شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة والذي يجريه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض التقارير والقرارات وإجراءات تنظيم التعاون التي تم تنفذها خلال المراحل المختلفة للمشروع كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ مهام المخططة وكيفية اتخاذ القرار المناسب خلال المواقف الطريقة طبقا للمتغيرات المختلفة أثناء مراحل سير العمليات مشيدا بالأداء المتميز والتخطيط الراقي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع وفي ختام المرحلة نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واعتزازه بالجهد الذي يبدله رجال الجيش الثالث الميداني لتنفيذ المهام والوجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته مؤكدا حرص القيادة العامة لقوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة التدريب القتالي لكافة التشكيلات والوحدات وصولا لأعلى مستويات الجاهزية والاحترافية في تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف